بعد الرجل أعمال تونسي مقيم في الإمارات عنده أكثر 20 سنة سهل النجاح؟ نعم السهل النجاح جاء بعد برشة مشاكل الناس كل تخاف من جمهة الفساد دونك تونس الوقت الحالي ما هيش مهيئة للاستثمار أو للخدمة تهمة اليوم رجل أعمال؟ في تونس يعني أنت سيرق بني مانيش من عائلة ثارية أنا خدمت على روحي تتغل علاقتي برئيس دولة جنرال تكون علاقة ربحية بعد بن علي ما عادش ثمشكوني أخذ القرار تفكر في جوع تونس ولا؟ بالنسبة لي تونس أنا نمشي ونولي مرتاح نفسني ما عادش عندي حتى ضغط عادل مرحبة وبيك عايشك شفا شنحول الصحب مرحبة بيك في جولدن بودكاست عايشك 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 عجبك ديكور؟ ها وي بيا انت تحس روحك مرتاح ولا في حاجة هاتك كمرة؟ فما تهداء م راجعة انت تكون قاعد مرتاح المنطبس اللي بيناتنا واللايتينج خليك مرتاح كل شيء حمد الله مرحبة عادل كيفش تحب نعرفك مع أنت اليوم الناس اللي تتفرج فينا النجم مثلاً ممكن نحط CV متاعك وديمي نجم نطول نجم ننسى حاجة كيفش نعرفك عادل؟ عادل رجل أعمال تونسي مقيم في الإمارات عنده أكثر من 20 سنة اختار أنه هو ياخذ ثنية الانضباط والعمل والخدمة اختار أنه هو يخدم على روحه والحمد لله ثم رؤية نتبعه فيها والرؤية هذه ماشين فيها وماشين فينجاح الحمد لله ما يجي شيء بالسهل تقبل عادل رجل أعمال مقيم بدولة الإمارات صاحب شركات ناجحة في أكثر من دولة كيفش كيفش توفق بين هذا وبين هذا بين الشركات ذيك في الدولة الفلانية وهذه هنا أو غادي أو في برشا بلايس هي مسيرة عمل عند الاسنين يعني أنا صاحب شركة من دوميل سنك اسمها شيستر فيلت اللي توا الشركة هذه قايمة هي شركة تجارة عامة في مجالات كبيرة هذه أول شركة أعطتني الفرصة بش أنا ندخل المجال للعمل تعديت بمشاكل تعديت بأعراقية تعديت بهذا اللي تعديت بهذا أخلق لي فرصة أني أنا تكون عندي الإكسبرينس الإكسبرينس هذه خلقت لي تطور فكري كبير واللي تنعرف كيفاش نكون كيفاش نتعامل كيفاش نتعامل مع الشركات اللي موجودة كيفاش نخصص كل واحد موجود في الشركة المجال متاعه اللي هو يطقن وهذا خليني أنا نقدم في شركة واثنين وتلاثة واربع يعني كل واحد موجود في التيم اللي موجود معايا اللي بنانوا معايا الشريكة من قبل هما نفسهم موجودين عندي عندي شكون معايا عنده 17 سنين موجود معايا في الشركة يعني التيم اللي اخترته هو نفسه هو نفسه اللي قاعد متواصل معايا هذه استراتيجية ولا هما دي سوصن دي كمبيتون مع أنت عماد عماد قدمت لك وقعد ينزل يقدمو لك هذه استراتيجي أنا نمن بها في نفسي من داخل أني أنا نشارك الناس معي في الخدمة ونعطيهم أنهم هما المجال أنهم يتطوروا في الخدمة وهذا يخلي الموظف يحس أن الشركة متاعه وهذا هو اللي يعطاني الفايدة ليا أنا لذا منيش واحدي أنا قاعد نخدم في الشركة ثم تيم يعني البوس البوس الثكي العارف الثكي يعرف كيفيش يخلي لونتوراج متاعه يخدم من مصلحته واضح سهل النجاح؟ ليه مسهل النجاح جاء بعد برشة مشاكل جاء بعد برشة على قيل أما كل مشكلة نتعديوها كل مشكلة نتعديوها في الخدمة كانت تعطي إضافة كل أزمة كنا نتعديوها كانت تعطينا إضافة إضافة ذيك كنا كنا نحتاجوها في النجاح كانت هي وسيلة للنجاح حتى وصلنا المرحلة معينة أنه إحنا صرنا ناس أكفاء نعرفه نديره الأمور نعرفه نديره المشاكل والحمد لله توا ماشيين في ثنين سياحة شون وصفة نجاح رجل الأعمال النجاح؟ وصفة نجاح العامل النجاح أو الرجل الأعمال النجاح؟ وصفة أي إنسان نجح خير أنه يك uważ رجل عمال يقدر يكون موظف ناجح يقدر يكون عامل نظافة ناجح يقدر يكون معلم ناجح يقدر يكون سبورتيف ناجح هو الانضيبات الانضيبات هو انك انت تكون متحمل مسؤولية الانضيبات انك انت تفيق الصباح تصلي صلة الفجر بعد تصلي صلة الظهر بعد تصلي العصر وبعد تصلي المغرب الكون تخلق بانضيبات تخلق عن الوقت يجب أن نحترموه وعندك مسؤولية يجب أن تقوم به لذا الإنسان يجب يكون ناجح يجب يكون إنسان منضبط هذه أول حاجة الانضباط واحده ما هو كيفي يجب يكون إنسان سحب فكرة يحمل فكرة ينفذها هذي كيفاش الإنسان يكون ناجح هذي أول شرط مش ورود شما مقايسه؟ مقايس الرجل الناجح أو العامل الناجح أو الرجل الأعمال الناجح؟ المواصلة في النجاح الاستمرار في العمل الاستمرار في العمل هو يخليك أول حاجة راضي على روحك راضي على نفسك والرضاء عن نفس هذيك يخليك إنسان ناجح يخليك تقدم في حياتك يخليك تعمل حاجة يخليك تعمل حاجة تكون فرحان بها لك الفرحة هذيك هي اللي تحب تخليك تعاودها دي ما تحب تعاود الفرحة دي يولي إدمان النجاح هذيك يولي إدمان تولي أي حاجة تحب تحط فيها هذيك تنجح فيها تخرج من البزنس تخرج من البزنس يولي هذا مرض بالنسبة لك النجاح تولي حتى في علاقاتك الشخصية تولي تعمل فيلتر تولي تحب تنجح حتى في علاقاتك الشخصية تولي إنسان مكون للنجاح كيفاش بديت في طريق النجاح والأعمال بديت موظف عادي خدمة عادي كيف النس كل منحبش ندخل في جو كنت نخدم في المارشي ونخدم في الرشتورة وكذي نحب نتعديه الموضوع هذيك أول أول ما بديت حلية شركة كانت عندي فكرة الفكرة دي عاونوني فيها برشة ناس ماديا ومعناويا وستراتيجيا الفكرة دي كان نش حتى مرحلة صغيرة أما كانت فرحتني برشة بعد تطورت الفكرة دي كواحدة واحدة للي تغير المجال كومبليت مو وتوا في في الأدفرتيزن مجال الإعلانات الحمد لله بش نحكيه عليه المجال الإعلانات والأكتويل المو معتها الشركة الكبيرة اللي قاعد تخدم عليها إسانسيال مو لكن فمشكون عاونك أو شكية طريق وحدك نعم ما تنجمش شوق طريق وحدك تم حتى واحد ينجمي شوق طريق وحده ذكاء رجل الأعمال ذكاء أي شخص موجود مش أنك أنت تعرف تدير المشروع أو أنت تتقن العمل هذاك لذكاء رجل الأعمال أنه كيفاش يكون التيم اللي ينجحوا اللي يطلع معه دونك وحدك ما تنجح تعمل حتى شي ساعدوني برشة ناس في كل شي ماديا ومعنويا منها عائلتي منها تيم اللي معايا ناس اللي معايا ما نجحتش وحده تمش وحده فمشكون حط العصاف العجلة ولا كانت مسهلة بو منحبش نلعب دور المظلوم أكيد ثم ناس تحطك عصاف العجلة ثم ناس تحزك فمشكون كنت انتويا في نفس النبو أنت نجحت وهو ما نجحش أكيد يتقلق فهمت أما الأمور هذي من ركزش فينا كيفاش تتعامل معهم أو كيفاش تعاملت لم يهمنيش نخدم على روحي كهة لقد محد شي نجم يوقفني على خدمة حتى شي هذا طوو لكن قبل أكبر أكبر أعملت بو منحب ممكن كانت ممكن كانت ثمة قبل ثمة تهور كنت صغير شوية مثلا نتهور أما الوقت تعلمني انو انا ما اهمنيش متنازم. ما عنديش وقت تمش وقت للمشيط. تم حاجات مأهم. تم حاجات مأهم. تم خدمة ديك تخليني فرحان. الغش لي بشي غشي شولي الترفة ديكة. انا متأكد انو النجاح كي انا مش نكمل في خدمتي وننجح مش نفرح اكثر من غشة ديكة. قدش تخدم من ساعة في النهار? النجم نخدم ربع ساعة والنجم نخدم 24 ساعة. وشو الفرق بينتهم? قدش تخدم? فانا حالة تخدم 24. النجم يكون عليها ضغط كبير ضغط كبير. عدد موظفين كبير. رواتب برشة امور يكون عليها ضغط. نختار اني انا جي بريود. نختار اني انا نكون مراقب. ماكونش موجود داخل الفريق. نكون مراقب. وبعض المرات يلزم يكون موجود. يلزم البوس يكون موجود. ويلزم ميديه تكون موجودة في الخدمة. ويلزم فكرته اللي يتمشي ويلزم رأيه يمشي. دونك حالتي النفسي اللي تحكم علي. تمن بالخدمة ولا بالزهر؟ خدمة خدمة. تماشي سعر. ولو شوي؟ ما تماشي سعر. تما كان خدمة. تما تخدم على روحك تتعب. تحط في صلبك. لكن فمشكون يخدم يخدم وما يصير لك بلوكاج ما يتطورش. ايه الاختلاف موجود في الحياة الكل هو. كل واحد كل واحد ومخه كل واحد وكل واحد ونظرته كل واحد والرؤية متاعه. مختلفين احنا ثمان سنة ينجح ثمان سنة يفشل. ثم زواج ينجح وثم زواج يفشل. ثم عائلة تنجح وثم عائلة تفشل. دايما دايما توفر يعني. بالنسبة لي الرؤية الرؤية هي كل شيء. وقتش قلت طاوة نجحت. ولازم نكمل في نعمل فيه. عادل. انا مو مو. وقت لينا قاعد نخدم مستمر في العمل نحس انه ثم نجاح. نهارة لينا نحس اني انا مش مستمر في العمل. نحس روحي اني انا بديت نفشل. الاستمرار في العمل هو لي خليني نحس حتى حتى ما ثماش نتيجة في الخدمة. حتى على خاطر البزنس مش كل يوم تربح ومش كل عام تربح. مش هذيك الربح مش هذيك النجاح. النجاح حاجة اخرى. دونك تنجم تجيك. تنجم تجيك ازمات. ازمات هذيك وقت لي انتي تتواصل. تواصل في الخدمة متاعك. تواصل في خدمتك. وتواصل في وتواصل في الفكرة متاعك اللي تحب تعملها. تقعد ديما نجح. حتى ما ثماش نتيجة. النتيجة جي وحدة. قلت في فترات انه يزي مثلا او. ليه ولا مرة. ولا مرة استسلمت. في حد شاي. ولا مرة. ما عمري ما استسلمت في حد شاي. دي ما نخدم. بورتو من طبع الانسان انه نجم يستسلم مثلا او. ما عاش يكون انسان ناجح. ما عاش يكون ثم انضيبات. ما عادش. تولي كيكا. تولي نفحة. وهي الخدمة ما هيش نفحة. وقت لي تحس بالمسؤولية. وتولي شريكة دي كولدك. تتعامل معها كون ولدك. ما تنجمش. ما تنجمش. ما تنجمش. ما تنجمش. مثلا حتى واحد يتخلى على 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 كيانه. هذا بالنسبة لي خدمتي كياني. بالنسبة لي خدمتي بعد ولدي اهم حاجة. رب يفضلو لك. عايشك. عادلت بركة لا تخدم في برشة مجالات. ما تخافش تظلم مجال على مجال. يعني ما تخافش انك مثلا تعطي وقت للمجال هذا. على هذا او الشركة هذي على هذي او البروجيه هذا على هذا. في الفترة الاخرى خلينا نقوله الخمسة سنين الاخرانين. كنت انتبع استراتيجي متع خدمة واضحة بالنسبة لي. اي شركة من الشركات اللي موجودة تستنزف. تستنزف مداخيل شركة اخرى نتخلى عليها بطريقة ذكية. حتى تكون حتى تكون عندها بروفت فيها فيها ارباح صغيرة. بالنسبة لي الشركة اللي يكون فيها شارج عالي خدامة وتعب نستغن عليها. نستغن عليها بطريقة ذكية. كوني انا نحاول اني انا نبيحها. نحاول اني انا نطور فيها شوية ونبيحها. اما في العوام الاخرانين عندي مجال واحد مركز فيه. اللي هو مجال اعلانات. وعندي اكبر شركات في الامارات. شركة اعلانات. تخدم في خدمة كبيرة. تتعامل مع اكبر مجموعات في الامارات. شركات الكبيرة. تخدم في خدمة كبيرة برشة. والتيم تاو متوجه مع مجموعة. ما تعم. اما بالنسبة لي مركز مركز في البزنس هذا على خاطر خليني حاجة مخليتني فرحان. اول حاجة الخدمة نحبها. وارباحة ممتازة. وما فيهيش برشة شارش. وتطلب كاليتين متاع موظفين تعليم عالي. يعني الموظفين لي بش نتعامل معهم. ما عنديش مشكلة حتى مع الموظفين مشتعامل معهم. عندهم عندهم مشتوى متع ذكاء عالي. نقدر نتناقش معهم في الافكار. دونك الخدمة دي ولية نحبها برشة. والحمد ول لها نجحت فيها برشة برشة. اني انا نفضل شركة على شركة لأي شركة تكون ناشحة. التيم هو اليق فيها. يعني انا مانيش انا اللي اللي بالعصى شايد كل شي. نو ثم ناس تخدموا ثم ناس انا موظفها تخدم على رواحها ونختارهم بالواحد. واختياراتي صعبة برشة. انتي معا انك تعمل كل شي بيدك ولا عندك شكون ثقة. ما ينجم حتى واحد يعمل حاجة الا ما انا يدفع. حتى شي. حتى واحد ما نجم يعمل حتى شي. ما عندي ثقة في حتى شي. كان في يعني تعمل كل شي بانتي. لأ للسياسة السياسة هي سياسة تينا. التنفيذ الادارة الخد ما يعملو. اما كالسياسة تم حتى واحد يخت القرار. حتى لو نكون مثالا مش تقولها تاو يسمعوني هم الاولاد. حتى نكونوا عنا اجتماع مش ناخذوا قرار. نكون ماخذ القرار قبل بنهار. وحتى نتناقش معهم يمشي القرار متاعيا. فهمتا هذه سياستي. فكرتي هي اللي تمشي. خاف؟ هذا نوع من الخوف؟ قلة ثقة. قلة ثقة. قلة ثقة في الفكر. انا نشوف انه فكرتي هي اللي نجحد. الفكرة فكرتي. اه هي اللي نشهد. دونك يجبني نتحمل المسؤولية وناخذ الفكرة هذيك. دونك فورست سبيس. ادفرتايزنج. شركة اعلانات. دونك موجودة بارتو في الامارات. كيف جت الفكرة؟ معنت اليوم منين جتك الفكرة؟ كيفاش كانت اول مرح؟ أوكي هي اله هي. او مرح حمامت في الموضوع؟ اعمش. هو اقتراح من عند صديق. عنده خمسة وعشهدين سنة في المجال. معروف اسم معروف البلد. دونك بسيفتي رجل اعمال. اقترح علي الفكرة. وكان عنده بزنس بلان ممتاز. كان عنده اتيد دو بروجيه ممتاز. ودرست للموضوع. ووقتها وافقت. وقررت اني انا نبدأ الخدمة واحدة واحدة. لكن هو ما شاء الله عليه ابهرني. يعني خاطر عنده عنده كبيرة. وخليني نتشجع اني انا نكون في وسط الخدمة. خاطرني كنت لاهي بحاجة اخرى. كانت عندي مطعم يعني مطعم مطعم قراقي. كنت عندي كانت كانت توجه بتاعي في الخدمة هذيك. فودا بفرش في الماكلة والواحد. الحمدولة كنت ناجح بالكتاب الذي حتى توانيجح في نفس المجاله ذيك. اما بعد ما بعد ما بديت الشركة تتطور حسيت انه حسيت اني انا فرحان بالحاجة هذيك. وليت انفيق السباح. ستة متاع السباح. نمشي ديريكت للبيرو. وليت ندور في الشارع. نشوف اناهم اللي بانو. اناهم البلايس اللي نجم نعم فيه. وليت حاجة نحبها من داخل. هذيك عليش ركزت. كي ركزت وليت نجم وقلو ثاني ولا ثالث اكبر شركة في الامارات في مجال العلانات. مش سهل. في الشرق انا نشوف الامارات بليدي. انا عندي في الامارات اكثر من عشرين سنين. حتى حتى تفكيري صار شرقي. حتى اسلوبي ما عادش تعرف. تعرف كل كل بلاد ورطالها. كل شعب كيفاش يتصرف. ثم شعب يتحدث بصوت عالي. ثم شعب يتحدث بصوت واتي. ثم شعب بيرد. ثم شعب حار. هوني تعلمت رزانة. تعلمت كيفاش نحترم. كيفاش يجيش كوني يسلم عليك تقفلو. ثم الثقافة اللي موجودة هوني الدخل توليد داخلي. وليت رجل شرقي. دونك بالنسبة ليا بلادي تونس بيانسير بروح بالدم معناها. اما لنا ننتمي للمكان هذا. ماذا أكثر حاجة عاونتك هنا؟ أكثر حاجة عاونتني هي أم والدي. أكثر إنسان دعمني في حياتي. دعمني وأمن بيا. وضحى وعمل كل شيء. أم والدي. أم يوسف. ربي يفضلكم لبعاثكم وربي يفضلك العيشك. يوسف. في دولة الإمارات هنا. فما حاجات عاونوك أكثر حاجة عاونتك. بش أنا ننجح تقصد يعني بش أنا ننجح بيانسير السيستام. السيستام في البلاد. السيستام في البلاد يترك ويحطك في الثنية صحيحة. أنت تمشي في الثنية. أذلك أفكارك ناشحة ولا مش ناشحة. أذك ما هيش مشكلة السيستام. أما السيستام هوني في البلاد يوفر لك أنك أنت تنجح. السيستام هوني في البلاد يخليك مرتاح وانتي يريقد في الدار وعندك خدامة ياخد موانا رواحهم. السيستام في البلاد هوني يخليك يخليك تفكر وخليك تنفذ الفكرة متاعك وخليك تنجح. هذا شمعناها سيستام. هذا شمعناها نظام. الدولة هذي خلقت نظام. خلقت سيستام. سيستام شوف اجتماعي. اقتصادي. ترفيهي. انساني. كل مجال عنده السيستام متاعه منظم. مؤثر. خدموه ناس تمن بالسيستام. دونك سيستام هو اللي عاوني مش ننجح. كان جيت في بلاد اخرى النجم ما ننجحش. نجيش تونس. نجم تنجح ولا? جربت برشة ما ما نجحتش. مش على خطر على الخطر للسيستام غالب. مشكلة فيش? مشكلة في السيستام. مشكلة في السيستام. اقول لك حاجة احنا في تونس. نجم تنجح. بين سور. نجم تنجح. اما معدل صغير برشة. يعني عندك خمسة في المية. وقت تحكي على الزهر. في تونس. تونس تحكي على الزهر على خاطر معاملتك مع اشخاص. يعني معاملتك مع شكون يوقع لك في الورقة. ما هوش سيستام. هوني معاملتك مع السيستام. صوب دوسي. تتوفر فيه كامل الشروط. تاخذ الموافق متاعك. في تونس ليه? في تونس عندنا السيستام اخر. تحكم فيه برشة حاجات. يعني. تحكم فيها. تحكم فيها اعداد الموظفين اللي موجودين في تونس بكثرة. ما ينجموش. يستغلوا على السيستام على خاطر ينجمو. يسي وليو بطالة. فهمت? دونك عنا مشكلة في السيستام في تونس ليهو ليزمو يتبادل باية طريقة. لكن هيدا متفقت في معاك. هيدا موفقك في الموضوع متاع السيستام. لكن هوفو مشكون نجح زادا. في تونس. في تونس معتها السيستام شمعه. مع ثماش نفصل طويل متاع نجاح في تونس. نجح تنجحها مع مين بعد تيح. او او العائلات الثارية في تونس. اليوم عندهم كل شي. كهو. دونك بالنسبة لي رجل الأعمال ثم نوعين طريقة. ثم رجل الأعمال متكون من عائلة ثارية. وصار له تكوين ملي هو صغير. تكوين أخلاقي وتكوين مهني وتكوين فكري وكل شي. ملي هو صغير. حظروه بش يكون إنسان ناجح. دونك القى رزق وكل شي ونجح. وثم شخصية أخرى اللي هو خدم على روحه. خدم على روحه ونجح ومشيه في اثنية صحيحة واحده. دونك السيستام هو اللي بش يخلي الشخص كيفاش قولوها العصامي ينجح. السيستام. دونك كنا نتحدثوا في تونس بيان سير ثم نس نجحت. كيفاش نجحت. انتي في هذا ولا من هذا؟ أنا في الثاني. في الثاني. في الثاني. في الثاني. أنا منيش من عائلة ثارية. أنا خدمت على روحي. هذا اللي نحكيوه فيه. يا بيان شور. لو عاد القاعد في تونس شنو يعمل حاليا. النجم يكون موظف في في البرت. في وزارة الفلاحة. في وزارة الفلاحة. ولا ليه النجم. النجم يكون عندي خاطر اينا من لي صغير نحب الخدمة ونحب الفلوس كل شي. دونك نحب نحب الفلوس بارشان موت على الفلوس. دونك النجم يكون عندي مشروع صغير. أما من نوصلش المرحلة دي. على خاطر شوف أقول لك حاجة. البلادة دي وفرت لي علاقات كبيرة. البلادة دي خليت وفرت لي وفرت لي اسباس ننجح فيه. البلادة دي خليتني نعرف رئيس دولة وخليتني نعرف وزير وخليت نعرف جينيراليت وخليتني نعرف رجال عمال كبار. البلادة توفر لك النجاح. كيفاش تنجح العلاقات اللي تخليك تنجح. الثقة بين العلاقات تخليك تنجح. دونك أنت تكون في بيئة سامة ضارة تكون في بيئة كل واحد يحب يجبد للروح ما تنجمش تنجح تولي قاعد تحارب معاش قاعد تخدم على روحك بينما أنت تكون في سيستيم تخدم على روحك مثلا حتى واحد يقلقك ما تخاف من حتى واحد ما تخافش من بوليس بش يجيك يعطيك خطايا وش كده ثم السيستيم التابع فيه ماشي فيه تغلطي وقفوا لك السيستيم تعال الشركة ليجيك حد لقلق حد لأعطيك خطايا لعملك حتى شاي ما خلصتش خدام كل شهر سيستيم تعال الشركة كامل يقف كونت بتاعك الدنيا كل شيء كل شيء كل شيء يقف في السياق الحديث ما أنت قلت واللي ما أنت معروف عليك نعرف ما أنت حاجات إنك في علاقة مع رجال أعمال مع فنانين عالمين إعلامين في علاقة مع منظمات عالمية شخصيات مهمة تقابل ما أنت كما قلت بك شوية في البلاد ذي قابلت برشا شخصيات مهمة قدش مهم لعلاقات هذه صرتو في مجالك عادل تنجم تكون لعلاقات هذه تنجم تفيدني في وقت ما يعني وقت اللي نستحق دونك رجل الأعمال دي ما يبني علاقات ممتازة ما تكونش على مصلحة المصلحة تجي وحدها رجل الأعمال يبني علاقات رجل الأعمال يتعلم كيفاش يتعلم كيفاش يبني علاقات مع الناس تكون مفيدة ليه حتى منفسانيا دونك يتكون العلاقة نظيفة ما فيهيش مصالح تكون علاقات ممتازة أنا بعد نستغل الحاجات ديك بطريقة ممتازة نستغل نستغل علاقتي برئيس دولة نستغل علاقتي بجينيرال تكون علاقات تكون علاقات ربحية بعد قدش فخور بريت عم فيه أو قدش نسبة رضاك نسبة رضايا مراضي مراضي فرحان مرتاح فرحان حمدوله نخدم على روحي نفيق الصباح مشي نخدم حسي ثم نتيجة ديك اسمه رضا فخور بيانسو يروي قدش نسبة الفخر برجة عالية جدا عالية على الأخرى بيقو كبير عالية برجة ديك بالانذيبات دونكي انتي تكون انسان منضبط وتكون تخدم على روحك راك بيش تكون فخور واحدك تكون فخور حتى النتيجة صغيرة حتى الربح قليل حتى تكون فخور عندك حاجة تعمل فيها ماكش واقف ماكش تستنى قاعد تخدم على روحك الخدمة ديك هي هي اللي بيش يتطورك من بعد ماتملش حتى يكون عندك شوية ربح صغير ماتملش كمل اخدم على روحك تو تنجح واحدة واحدة تيك الكف المرة لولا تكمل قدم تسلف تصرف سيفر اعمل اي حاجة تكمل قدم في حياتك تو تنجح بش تقعد انتي جربت مرة خذت قرض من بلاسة مشيت حالية بمشروع مشيت خرجتك رهبة وبعد مشيت عرفت وحدة مشيت سهرت وبعد تكسرت وقفت ولا حالية المشروع وليب ليت سفر باوغز لين مش هكيك الخدمة مش هذيك يزمك تخدم على روحك يزمك تتعب يزمك تجري سباح وليل من الول تحب تنجح يزمك تخدم على روحك يزمك تفيق يزمك تولي راجل يزمك تخدم على روحك يزمك تكون راجل بقدرك ما تولي راجل بقدرك الا ما تكون تخدم على روحك وما تخدم على روحك الا ما يكون عندك قلب من داخل اي حنت انا لذي شاب يتفرج فينا حاليا في اللحظة هذه نجم يحس مثلا انه هو كنجم يكون فى بلاسة عادلة يجب يكون ناجح شو تقول له لو تتوجه له بكلمة لو نسيحة تقصد بش ننصحه يس شو تقول له يلزم يلزم يجرب يلزم يخدم على روحه شوف النجاح النجاح في الحياة ما هوش كان انك انت يتخدم على روحك على خطر النجاحة داك يتورك يتورك حتى اخلاقين يتولي ناجح حتى اخلاقك تتحسن اسلوبك مع الناس يتحسن تكون ناجح تكون تخدم على روحك تخدم على طرش معناه انسان يخدم على روحه معناه انسان صحب مسئولية صحب المسئولية يتطور واحدة واحدة اخلاقيا اخلاقيا ووقت اللي تتطور اخلاقيا انت جاء في حياته اول حاجة ننصح بها انه يكون انسان متربي يكون كلام الصوت العالي ليه يكون انسان يجلب الاحترام الروحه وبعد يبدأ في خدمته يبدأ يفكر يمشي يخدم يمشي يشوف بوس قوي يتعلم من عنده الخدمة مش من اول نهار تمشي تحل الشركة ولا مشي تعديت اربع شهور تعلمت حاجة عند واحد وديريكت تمشي تحل الشركة خاطر بوك قال كنوفر لك مئة مليون ونوفر لك هذي ليه اول حاجة يزمك تختار بوس ثكي تتعلم منه الخدمة تتعلم منه كل شيء بعد بعد يقدم يمشي يخدم على روحه دونك انا ننصح اي واحد يكون اخلاقيا يكون متربي اول حاجة شو تكوينك عادل تكويني يمكن نحكيو على التكوين او التكوين تقصد شنو قريت في تكوين مستمر حسب ما نعرف مانت حد للحظة هذي مانت عادل يقرأ مانت حد للحظة هذي سجلت ان شاء الله نبدأ واحدة وعشرين ديسمبر نقرأ محمد محمد انترنسيونال بالانجليزية قاعد حالين بش بدأ تقرأ محمد محمد واضحي سجلت كل شيء نبدأ نبدأ ان شاء الله في اخر ديسمبر وعندي حلم ان شاء الله نوصله بالتكوين اللي انا قاعد ماشي فيه ان شاء الله واضح فما كيف عندك عامل بكود فرماسيا ومعا عندي شهدة في دايمنت اكسبرت وعندي شهدة في في الديامو يعني في الديامو واضحي وعندي شهدة 80 عقلية 8 شهور كيفاش تحمي السيستيم من التحايل وذي حاجة عوناتني برشة في حياتي كيفاش تحمي السيستيم من التحايل مهما يكون السيستيم يقدر يكون سيستام بانكة سيستام شركة عقود سيستام شرطة أي سيستام كيفاش تعمل فيلتر ما تخلي حتى حتى خطأ يدخلك دوك عملت في شين عملت فورمسيون وإكسبير دامت برش حاجة دامت برش حاجة تاو إن شاء الله نحب نكون محامي ما نحبش نكون محامي نحب تكون عندي شهادة محامات نحب المحامات من ينا صغير هذا حلم الصغر ونحب النفذ الغاية متاعو إنك تحطها نون نجم تنجم الفكرة تتطور بالنسبة لي أنا حاجة نحبها حاجة نحبها وبتبيعتي عندي عندي طريقة إلقاء ممتازة تشوف روحك معنا تحالي على مفلوم نو ما نشوفش روحي نشوف روحي كوميرسيال عقود بزنس سي في هذا الشو أما أني معنا تاو كريمينال ليه من ما نترفعش فهمت ندمت على حاجة عملتهم عادل في مسيرتك المهنية ندم شعور هو معنا أحساس واحد ما ينجمش يتحكم فيه أما يكون شخصية تكون شخصية قوية يتعدى فهم حاجة عملتهم مكانوا شفتهم في مسيرتك المهنية مسيرتك المهنية أخطاء كلها وكانت يعني كنت قبل كنت قبل نتأزم أني أنا مثال دخلت شريك معا إنسان وما كانش في المستوي مش مادي مش خاني مادي لأنه هو ما قدمش المطلوب أو هول الموضوع من الأول كانت يعني كنت نتمس من داخل أما صرت بعدها يعني المرحلة اللي من بعدها الشريك اللي من بعد كانت معاملتي معها غير الثقة معدومة السون بورسان معدومة مثل مش ثقة وكانت فيها فايدة دونك إكسبرينيونس في فايدة ندمت على ناس عرفتهم يعني عباد خدمت معهم أو خدموا معك أو عاونتهم ما كانوش في المستوي أو قفت معهم ما كانوش في المستوي ندمت عليهم ليلي منيش شخصية بكاية أنا واحد حتى كان لي غلط أن تخليهم نمشي على روحي ما نركزش يعني عاونتوا عاونتوا ونستنى منه أنه هو بشير يرد لي ليه مثلا ماش ممكن ممكن ناس قربوا لي برشا فهمت وإنا عندي تبع أني أنا نتخلى أفصها يعني ما نعطيش فرصة ما نسمحش وما نعطيش فرصة غلطة واحدة تكفي بالنسبة دونك ثم ناس تعدي في حياتي حتى عمري 40 سنة أنا دونك ثم برشا ناس تعدي في حياتي باهين وخايبين كان أنا بش نقعد كل شخصية مثلا عملت معي حاجة خايبة بش نقعد نركز معها ونتفعل معها ونقلق روحي من داخل ونتعب من نسلم لحد شي دونك اختياري بالنسبة لي أنا في الموضوع ذي أنه أي إنسان نشوفه ما هوش في المستوى نتخلى عليه نتخلى عليه تماما نسكر عليه الدنيا نتخلى عليه نتخليه كاملا تخليت على شكول بيانسور تخليت على برشا أي واحد يغلط نتخلى عليه هنا كاتبية مغير ما نقعد نعارك ومغير ما نقعد النجم نعطي يكون إنسان قريب لي إنسان يكون مثلا عزيز عليه نجم نعطيه فرصة أو اثنين أما الفرصة أو اثنين صعب شوي محدودين نتخلى عاونتك العائلة بيانسور عائلتي هي عائلتي هي اللي عاونتك هلت هي الكل دعم كامل كامل عائلة دعم دعم معناوي فيش يتمثل دعم معناوي أنت هاليوم دعي وتخير تنجم تعدي تليفون تليفون كل يوم الصباح من عند بابا وامي الصباح ويحكي يقوليش فهمش ما فهمش ضحك يعني تعطيني تعطيني انرجية كبيرة تقايي جدا اخواتي ديما تليفون ديما مساجات به ديما برشا مساجات عندي ثلاث خوات ابنات أنا يحبوني برشا عايش دونك ديما مساجات ديما دعا هكا الصباح وكذا أنا عائلتي عائلة محافظة دونك يعني متدينين هكو كذي أما العائلة المحافظة البلدية ديما حتى كليمهم يعني كليمهم ديما فيها كدعا خير يعني يعطيوني نرجي كوي بالنسبة لدينا دعم معنوي خطر ما نسحقش كان كان دعم معنوي مهم فخور بيك يوسف وي ولدي شوفني أنا الأيد بتاع تحسو هذا ولا يقول لك حسو فخور بي برشا 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 صاحبي صاحبي الناس يعرفوا ديما معايا وديما موجود معايا ديما معايا ديما معايا شنو تحابوا يقول لك كي يكبر أنا نستنى منو نستنى منو أنو عملني بالحسنة كما عملتو كي يكبر تعرف خطر الصغير ويعطيك سنتيمون قوي أما كي يكبر الحياة الحياة نجمة تبدله فمتى أنا نتمنى أنو يكون بجنبي حتى وهو كبير يعني حب كون معايا لو يسمع فيك شو تقول أو شو تنصح هو مشاء الله لي طال علي برشا عندو كونت في الامازون يبيع تخفي الفلوس وعطاني فكرة قال شايف عندو اتيد في مخو دونك شناخدو كراء بقدوم ونصلحوهم ونبيعوهم دونك هذي فكرته مشروعه اللو هو هو كيف يمريض بالخدمة بالفلوس ما عندو حتى اهتمام بحتى شي حتى شي غير انو هو يلم في الفلوس فك ويحسبهم وعندو برشا امور هكا تخصوا يروح للدار يشوف يدخل يلاوش كذي يطلب حاجات شوف شنو الحاجة اللي تفيدو لما تفيدوش موش كما صغار موش مهتم باللعب موش مهتم بحت شي مهتم بخطر مايخذ مايخذ مني ينا يشوف ني 24 24 24 وحكي على الفلوس وعال الخدمة ولا ولا كيفي ولا مريد كيفي لانا زوز مرتب يعني وين عكيو على الفلوس وقراية ولا طب طب رقم واحد فوقراية ماشي ماشي يا مريق لتبرقلالي باش تنصحوا شو تقولوا كنوا تربي مايكونش جلطام مش العبادة تحبوا تقبلوا ويخدم على روح ويعرف يختار يزم يعرف يختار تاوو نعلموا مزي أمنت لو حياتو ولا تحبوا يعمل على روح لي لي عليش يعمل على روح كيفي عمل على روح كيف كنتي سايبو بعدا كيفي عملت على روح أنا عملت على روح خطر ما عنديش شكون أما هو هو عنده شكون ما باش يدعمه دونك مديم عنده الفرصة إنه هو حد باش يدعمه علش لي ندعمه ليه ما خليهوش عمل على روح بون يعمل على روح وبمعنى إنه باش يخدم من بعد باش يحل الشريكة وحل مشروعه وينجع في حياته أما بدعم مني بينشير علش خلي فيه يتعب علش خلي فيه يتمرمد لو لو يقول لك نحب نعيش في تونس ونحب نكمل حياتي في تونس اختيار وانا مدخلش فيه مدخلش فيه اختياره هاي اللي يختاروا اللي يختاروا وانا موافق معا من خطر خطر مكونوا تربية تربية ومسعيبة ميليتير أوكي ومسعيبة هاي صعيبة صعيبة دونك مكونينو تكوين نظم ما نفرضوش علي الحاجة ولا عمل هك وقداك مخلينو على راحته نربيوها بالطريقة الصحيحة وخلينو على راحته يختار اللي يحب عليه هو ما شاء الله عليه اختيارته دي ما هينوت بروك ذرولس ما يحبش ما يحبش يكسر القواعد تعلم تعلم معا تعلم ما تربي على قادة صحيح ان شاء الله يكبر يكون حاجة بي ان شاء الله هزيتو تونس يعرف تونس بيانسور هاي هزيتو تونس قعدنا عمين قرأ في في الاكسفورد في الكمبرج في تونس المدرسة البريطانية قرأ عمين وبعد يكارجعنا كان عندي بيزنس وقت هاو في تونس تعرفوا يا هاي ما نحبش تكلم عليه دونك كان عندي بيزنس كبير في تونس وواحد وكنت موجود غاديك وبعد كيف الامور ما مشيتش معايا وتعرضت للأزمة وكل شي دونك اخترتنا نرجع رجعنا هوني وقعد يقرأ فكر في رجوع التونس ولا ليه ورجوع التونس كخدمة شما نيهم عاق نرجع التونس نحل مشروع يعني ولا نرجعapat كخدمة كعيشة بوما الوقت الحالي الوقت الحالي بالنسبة لي وتونس انا نمشي اللي مرتاح نفسه نين معاج Kes عندي حتى ضغط الحالة اللي نعيش هوني غير اللي نعيشها في تونس الحالة اللي نعيش هوني عندي ضغط نفسي المسؤولية لخاطر وعندي ضغط نفسي كبير دونك يروح لتونس من اللي نحط ساقية في تونس سبحان الله الضغط الكل يتنحى وما عادش نفكر في حتى حاجة خايبة وما عادش ولي عندي أفكار سيمة وما عادش نشوق في حاجة شي وما عادش متقلق ولي مرتحن ولي حب نمشي للرستورة ونأكل وحب نمشي نشرب حاجة حب نتقابل أصحابي تونس بالنسبة لنا توفر لي الرحة نفسية غير ذاك من أجل نعمل حاجة شي به لو لو نعطيك عصار سحرية بقيت ماجيك مش تغير ثلاثة حاجات في تونس أو أكثر شو الحاجة تبدله توليك يتمشي للتونس تعمل كل شيء تعمل بزنس تعمل تحبالي يلزم يلزم شو أبش نقولك حاجة بش تفهم السيستين في تونس في تونس عنا مشكلة إنه بعد بن علي ما عادش ثمش كون ياخذ القرار دوم كذيك علاش رجال الأعمال لكلهم أنا كنو بن علي كن حتى عنده 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 حاجات غالطة أما كان الاقتصاد متنوع كان يخلق في حاجات كان عنا مثلا لو سوا سوندوس متوفرين المعامل اللي خيطوا في الجينات وفي اللبسة المركات الكبار لكلهم تحولوا للمغرب رجال الأعمال لكل المصانع لكل تحولت للمغرب علاش على خاطر مع النشج كون ياخذ قرار في تونس كي شنو معناها واحد ما ياخذش قرار أنا كرجل الأعمال مشيت البنكوك حالية الرستوران في بلاسا مشيت لهم شايفوا لي حل على خاطر كانت فيها مشكلة دونك لقيت مسؤول المسؤولة ذاك أخذي القرار واعطاني الموافقة بش أنا حالية الرسونة وغاديك باي نمشي لتونس هنا بش نمشي نمشي نحل المشروع ما نلقاش شكون ياخذ القرار الناس الكل تخاف الناس كل تخاف من شبهة الفساد دونك تونس الوقت الحالي ما هيش مهيئة للاستثمار أو للخدمة من الأخر تهم اليوم رجل أعمال في تونس بون هو الرئيس قايا سعيد اخذي اخذي توجه توجه يخصوهو بش يكون ناجح بش يكون فاشل هو يتحمل مسؤوليته انه هو يحارب قال يا قاعد يحارب استراتيجي لي ما خذها هو فيها منفع البلاد ما فيش منفع في البلاد ما نعرفش اما نشوفها انه هي تهم حاليا في الوقت الحالي في الوقت الحالي انت رجل أعمال رجل أعمال هي تهم في تونس يعني انت يسيرق يعني الانسان اللي ما حاولش انه هو يتعب ويخدم وينجح ويعرف قيمة النجاح اي حاجة ماوصلهاش يقرأ يقول فيها العيب فهمتها اي حاجة ماوصلهاش يطلع فيها الف سبة دونك عنا في تونس رجل أعمالي معناه سيرق معناه عملت حاجة ما ينجمش الانسان العادي العامة ما ينجمش ما ينجمش يستوعب انه ليه ركي تكون انسان ذكي ومنذ بتونس حركت ناجت عن برشة فلوس مش معناه اي واحد عمل فلوس سيرق ليه يلزمك تكون مقتنع انك يتخدم تعمل فلوس والرزق من عند ربي جستما الحاجة اللي مش تبدلها بالباقيت ماجيك شو تغير حاليا نظام نظام سيستيم موازي للي موجود عنا مش نظام دولة لا لا سيستيم سيستيم البروات يلزم يلزم تاو يتعمل سيستيم موازي غير اللي موجود تاو عليش على خطر السيستيم اللي تاو ملزوم علينا الرئيس تاو مثلا ما ينجمش يبدل السيستيم على خطر إذا يجي هو يخليها كل شيء انترنت يخليها كل شيء أونلاين تأكد أنه سبعين بالمئة من المواطفين في تونس يكونوا بطالة دوك ما ينجمش ياخذ قرار متع تغيير كما هكا هو شنو نعملو مثلا نحنا تاو شنو هو هو ينجم يعمل بش يخلي الرجال عمل نشحين في الإمارات هوني ثم شباب نشحين برشا عنا شركات كبيرة ثم توانسة صغار في العمر ثم واحد اسمه حمزة الجريدي هوني عنده أكبر شركة متع ترانسبور في الإمارات عمره 36 سنة مثلا فمت يعني ثم برشا ناس ثم برشا وليت صغار عندهم فلوس قاعدة تخدم نشحة هوني كينو حتى شايف في تونس حمزة هذا جاي بنكيج يتوى ما شاء الله عليه إنسان يخدم على روح ونجح فمت الناس هذو ما كيفيش أنت بشتخليهم يروحوا لك يروحوا لبلاد أنت ما هيقلهم الطريق بشي يخدمون كي يبعثوا فلوسهم البنك سنترال بشي بشي خليها شهرين وثلاثة شهر ويبدوا يجيهم بلسة لبلسة بشي يخد الفلوس فلوس محاولها من الكونت متاعي الكونت متاعي محاولها من الكونت متاعي الشخصي من الإمارات الكونت متاعي الشخصي في تونس توقف هالي ثلاثة شهور كيفيش أنا بش نختم شنو بش نعم دونك يلزمنا سيستيم موازي سيستيم موازي لنش للإصلاح من الأول تعاود كل شي من الأول خلي نفسه متى يمشي معالآخر بش هذا يخدم يمشي معالآخر يكون شوية إصلاح يكون شوية إصلاح في السيستيم إصلاح إصلاح ما هوش ما هوش إصلاح إصلاح في الناس في التوعية في الموظفين في تونس راهو إذا ما تعطيش رك ما تلقاش نتيجة إذا كل واحد يفكر في روحه وانا وانا انا اخذ سالير ونقعد ما ثم ماش تتطور وكل واحد يسب في الاخر ناس كل تتحمل مسؤوليتها واحدة دونك السيستام اللي موجود توا يلزموا إصلاح ويكونوا معه سيستام موازي جديد يتبني على العشرة سنين وخمسة عشر سنة سنة يمشيوا فيه مكينش مش نكملوا في الثنية ذايا قاي ساعد ما عندوش عصاص حريب شام باحد شي هو رجل نظيف رجل نظيف برشا وما عندوش ما عندوش الزيت اما يزموا يسلح يزموا حط يكيبا صحيحة معه اذا بشيكمل في الثنية ذايا صعيب يزموا يختار ناس صحاها تمى ناس تمى اطارات كبيرة في كندا وفي امريكا مديرين شركات كبار رجال عامل ينجم يستغلهم ينجم يستغلهم ويحاولوا يسلحوا لبلاد اذا بشكملوا الاختيارات تكون كلها سياسية بالولاء ما عندو ما يعمل شي نحنا نحبوك انتي رجل بيهي ونحبوك ونظيفه اماوينك ما ثم حد شي مكش قاعد تعمل حد شي يزينا من الحكا اخويا صحيح صحيح انك انتي شوفنا حال تجيب ناس كمبيتونت شد البلاد تخدم جيب رجال عميل جيب مديرين شركات كبار عنا سي خالد شلي مدير عام مدير عام مدير عام تشينيسير في تونس كان قادر في كان قادر في كندا جابوه جابوه لتونس يخدم اتار سيمي في تونس يزمك جيب ناس كم السيدة ذاك يخدم ان شاء الله ربي جريح على الاصلاح ان شاء الله عادل رشكرك بارشا نتمني لك بارشا توفيق بالحق معناها تعدى الوقت فيسا حوار شيق وقصة نعتبرها قصة من قصص النجاح معناتها اليوم انسان عنده شركات ناجحة عنده شركة من اكبر شركات الاعلارات في الامارات هوني معناتها سي باختو رشكرك بارشا نخلي لكلم الختام شنو تقول للناس اللي تبع فيك او الناس اللي تحب تنجح كيفك او تنجم معناتها تنجم بكلمة منك تنجم تعطيهم بارشا امل يلزم يختار حية تنظيفة يلزم ياخد القرار انه هو يتغير وقت تاخد القرار ان تتغير وتبدل خطوة اللولة تأكد انه التغيير التغيير واحده بشي بدل بارشا حاجات انك انت تفكر انك في بلاسة غالطة وفي مستوى اجتماعي خايب انك انت تفكر انك انت بش تقدم هذا هي حاجة بايا بارشا يلزم اي واحد توا ماهوش ما عنده حتى فكرة في مخو ما عنده حتى مستقبل يلزم يفكر كيفيش بش يقدم قوم يخدم على روحك ونسيب عليك من الحكاية الفارغة ومسهر ومن لبسه ومشه الفارغ ومن لحكاية الفارغ تعرفني انا في تعرفني كيفيش نلبس نورمال عادي تيشيرت بخمسين دينار بثمانين دينار بو عندي كي نمشي ميتينغس نمشي كذي نلبس اما نلبس في حاجات عادية عالاخر مريول عادي عالاخر سومو سبعين ثمانين دينار سورفت مو عادية سبات عادي نمشي نخدم على روحي والروح على روحي اذيك بالنسبة لين المهم نارت لي نمشي بش نخرج بش نتعاشها بيا نشير موجود نلبس الباز انك انتي كيفيش تتطور التطور يزي كهو يزي من القعدة وفا اشتقعد تندب وترمي في بلايك على رئيس الحكومة وترمي في بلايك على فلان انتي قوم وحدك ما عاش بتكش لبلايك برا سافر برا نمشي نطر عطك برا خدم على روحك مش تقعد هكا شو خدوا كيم كاملين شو خدوا كيكا كل واحد يحكي في حكاية ونهار كامل والاخر عمل والاخر قوم اخدم على روحك قوم اعمل حاجة في حياتك ولي راجل ولي راجل بقدرك اعمل حاجة في حياتك تو تولي فرحان هذين لنش مقود شكرا عادل عاش بك حوار شكرا ملتقان ان شاء الله قريبا تحيليكم الكل ملتقان ان شاء الله في الحلقة القادمة من جولدون بودكاست نحب نشكر لك بالكل اللي تأمن لكم كل جمعة جولدون بودكاست على مختلف المنصات نجموا تابعونا على يوتيوب على انستغرام وعلى الفيسبوك وتيك توك جولدون بودكاست أوفيسيل اجمل تحيات سهيل غداوي باي باي في امن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة